قرار تاريخي هكذا وصفته الخارجية والفلسطينية ورحبت به جنوب إفريقيا أيضا مع تأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار لتنفيذه هكذا كانت ردود الفعل الأولية بعد إصدار محكمة العدل الدولية تدابير طارئة ضمن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والمتعلقة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة فما هي تفاصيل هذا الحكم وما مدى إلزاميته قانونيا لإسرائيل المحكمة بعد تأكيدها ولايتها القضائية للنظر في هذه الدعوة ورفضها طلب الإسرائيلي بسحبها قررت فرض مجموعة من التدابير الاحترازية على تل أبيب لاتخاذها لكن من دون قرار بوقف إطلاق النار كل هذه الأحكام الطارئة صدرت بأغلبية لا تقل عن خمسة عشر قاضيا من أصل سبعة عشر في مضمونية تدابير الاحترازية طارئة أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع أي أفعال عسكرية محضورة تتعلق بالإبادة الجماعية وهنا نتحدث عن غارات وقصف قوات جيش الاحتلال المستمرة في القطاع كما طالبتها أيضا باتخاذ تدابير تمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية إضافة إلى دعوتها الالتزام بإجراءات منع تدمير الأدلة المتعلقة بشبهات ارتكاب هذه الإبادة إلى جانب هذه النقاط أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة والذي وصفه نص قرار المحكمة بأنه كارثي وفي تدهور مستمر السؤال الأبرز في ظل عدم فرض إجراءات أو إجراء متعلق بوقف الحرب أو وقف إطلاق النار هو كيفية إلزام الطرف المدعى عليه أي الجانب الإسرائيلي باتخاذ باقي تدابير الاحترازية خاصة أن هذه التدابير إلزامية ونافذة بيد أن التساؤل يكمن في كيفية تطبيق محكمة العدل الدولية هذه الأحكام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر